أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين النبي الأكرم محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين قال الله في محكم كتابه الكريم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم يا أبناء شعبنا البحراني الأبي يا أبناء شعب العطاء والإباء يا أبناء شعب الثبات والإصرار يا أبناء شعب التجديد والتحدي مع اقتراب الذكرى الثامنة من انطلاقة ثورتنا المجيدة نرسل لكم تحية إكبار وإجلال من قلب الميادين التي لم تهدأ ولن تهدأ يوما من الأيام ونرسلها إلى الرموز القادة المغيبين في السجون وإلى سماحة الفقيه القائد آية الله قاسم الذي اشتاقت البحرين إلى حضوره المبارك إذ نقترب من الموعد الكبير لنطفئ معا الشمعة الثامنة لثورتنا المجيدة فإننا نستقبل هذه الذكرى بإرادة ستصدم العدو وحلفاءه وبقبضات ملؤها الحماس والثورة والإباء ففي هذا الشهر اشتعلت شرارة ثورتنا وفي هذا الشهر قدمنا الدماء الزاكيات على طريق نيل حريتنا وكرامتنا وفي هذا الشهر ارتوى ميدان الشهداء بتلك الدماء الطاهرة التي جعلته ميدانا تفوح منه العزة والكرامة وسطرنا معكم يا أبناء شعبنا أروع الملاحم في ذلك الميدان المبارك الذي سنعود إليه يوما ونشيد فيه صرح الشهداء العظيم من جديد ونضع البصمة المناسبة واللائقة كذلك في مرفأ الحرية الذي يحمله الآخر ملاحم ثورية لا يمكن أن تنسى أبدا يا أبناء شعبنا البحراني الأبي ونحن على مقربة من الذكرى الثامنة لانطلاقة ثورتنا المجيدة كان لابد لنا من مخاطبتكم اليوم وخطابنا موجه لكل أطياف شعبنا من دون استثناء فسفينة الوطن تسع الجميع وعلينا أن نتعاضد كلنا من أجل أن نصل بهذه السفينة إلى شاطئ الأمان والحياة الكريمة لكل فرد منا ونحرر أوطاننا من دنس الاحتلال السعودي الإماراتي وكافة أشكال الاحتلال وننتزع حريتنا ونصون كرامتنا لقد وصلت الأمور في وطننا الحبيب البحرين إلى هاوية سحيقة نتيجة للسياسات الخرقاء التي ينتهجها الكيان الخليفي الفاقد للشرعية طوال السنوات والعقود الماضية فالمواطن يعيش في حالة اقتصادية صعبة والضرائب بدأت تنخر عظامه والبت في زيادة راتبه من المحرمات وأولويته في التوظيف منكرة وحرية كلمته مسلوبة وحقه في الاحتجاج والتجمع مجرم وأبواب السجون والمنافي مفتوحة له حين ينطق بكلمة يعلن فيها رفضه للظلم والطغيان وبات الإرهابي الصغير حمد الخليفة مندوب الصهاينة في البحرين يخير الشعب علنا وبوقاحة بالغة بين أمرين بين السلة والذلة ولكن شعبنا الأبي كان جوابه حاضرا وثابتا دائما في مختلف الساحات بأنهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام يا شعب النهوض والإباء عليك أن تغضب لله وتغضب لأجل حريتك وكرامتك وتغضب من أجل المعتقلات المغيبات في السجون وتغضب من أجل المساجد المهدمة وتغضب من أجل المعتقلين السياسيين والمطاردين والمنفين عن أوطانهم وتغضب من أجل مقدرات وطنك التي تستأثر بها عائلة مستبدة ارتضت لنفسها أن تكون عميلة للصهاينة المجرمين فعلينا جميعا كبارا وصغارا نساء وشيوخا وأطفالا أن نؤدي واجبنا الوطنية في الرابع عشر من فبراير المجيد لهذا العام الثوري الجديد عام 2019 ونفرح قلوب معتقلين ومطاردين ومبعدين وجرحانا وندخل السرور إلى قلوب شهدائنا الأبرار ونجدد العهد معهم بالنزول الجماهيري إلى الساحات والميادين في هذا اليوم الموعود لنثبت للقاصي والداني أن ثورتنا لم تنكسر ولن تنكسر وبأن جذوتها مشتعلة طوال السنوات الثمان الماضية وبأننا سنفتتح العام التاسع بإصرار متعاظم على تحقيق الأهداف المشروعة التي قدمنا من أجلها التضحيات وفي مقدمتها حق تقرير المصير وبناء نظام سياسي جديد يلبي طموحات الشعب وتطلعاته إننا إخوة الشهيد القائد السيد علي الموسوي أبو هادي والشهيد القائد رضا الغسرة والشهيد القائد رضا بحمد والشهيد القائد عباس الشيخ والشهيد القائد صلاح عباس والشهيد القائد حسين شرف وبقية الشهداء والقادة المقاومين نعلن أن الأيام والشهور والسنين لن تزيدنا إلا عزما وإرادة وأن الميادين ستبقى نيرانا مشتعلة تطارد العدو ومرتزقته واليوم نعلن عن رفع جهوزيتنا لإحياء الذكر الثامنة لانطلاقة ثورتنا في مختلف مناطق البحرين وندعوكم يا أبناء شعبنا إلى تسجيل أوسع مشاركة لائقة في فعاليات هذه الثورة والالتزام بخطوات العصيان المدني التي منها إضراب الطلبة عن الدراسة في يوم الرابع عشر من فبراير والامتناء عن التبضع ومقاطعة المجمعات التجارية ووقف سائر المعاملات المصرفية والرسمية والمشاركة في التظاهرات التي ستنطلق إحياء لهذه الذكرى المجيدة تمسكا بأهداف الثورة وتقرير المصير ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار يا أبناء شعبنا الصامد المقاوم إن الكيان الخليفي الفاقد للشرعية محاصر بفشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأحضوركم الكثيف في الساحات والشوارع يوم الرابع عشر من فبراير يضاعف من حصار هذا الكيان ويؤكد تمسككم بأهدافكم المشروعة في تقرير المصير فكونوا على موعد الثبات ولبوا نداء الشهداء الذين يرقبون من عليائهم حضوركم المشرفة في الساحات بيدا بيد إلى الميدان حتى يأذن الله لنا بنصر من عنده ومن نصر إلا من عند الله اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين